دياب صالح ذو الثمان سنوات أحد ضحايا قذائف ميليشي الحوثي ومخلوع صالح في مدير تأسيلان بشبوه كتبت له الحياة مع شقيقه الآخر على الرغم من قراحه البالق بينما ثلاثة من أبنى عمه قضوا جميعهم بنفس القذيفة التي استهدافت منزلهم منهم ثلاثة وفوا واثنين على قيد الحياة لم يعد لدى القد المكلوم سوى ذكرى من الألم لن تبارح مخيلته فبالإضافة إلى استشهاد أحفاده الثلاثة يتعرض منزله لحملات تفتيش ومضياغات متواصلة من قبل الميليشي ولا يستثم التعبير في هكذا مواطن سوى دموع القهر التي أخرجتها وطأ الظلم الميليشي وأنصارها وهذا ليس إلا نموذجا لعشرات الحالات التي لم تصل إليها عدسات الكيميرا في عسيلان وبيحان حيث صبحت منازل المواطنين هدفا مباشرا لقذائف وصواريخ الميليشيا ولم تكن الهدنة التي يشرف عليها المجتمع الدولي إلا فرصة للميليشيا لتعزيز قبهة مقاتليها الذين ما زالوا يصدرون الموت من القبال والمرتفاعات المحيطة بالمدينة ويفرضوا الحصار عليها خرق الهدنة من البداية إلى النهاية آخر التاء أمش قتلوا حرمة حامل تمشي مع الخط بالنهار بوضح النهار قتلوها رصصوها الصواريخ تضرب المساجد تضرب الأسر داخل البيوت تضرب الأطفال ايش من هدنة هذا بين الحصار والنار هكذا تعيش مديريت عسيلان في ظل الهدنة فبينما تواصل الميليشيا قصف المنازل تقيب الكثير من الخدمات عن السكان فمستشفى عسيلان هو المرفق الصحي الوحيد في هذه المدينة لكنه ياجه الكثير من الصعوبات ويفتقد لبعض المعدات والأجهزة الضرورية لتسيير أعمال المستشفى لم يستلم أي موازنة تشغيلية منذ بداية العام 2016 لحيث هو المستشفى فقط معتمد على موارد مساهمة المجتمع ثمت إصرار يبديه العاملون في المستشفى على مواصلة عملهم الإنساني لكنهم يؤكدون أن الاعتماد على القهود المجتمعي ودعم المنظمات وحده لا يكفي لأسيما في ظل الحرب والظروف الراهنة إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس شبوه